كابتن شريف هل فرص الزمالك بقت صعبة جدا في التأهل للموراة النهائية ولا بتشوف مباراة الاياب ازاي حتى لو على ملعب دريمز هناك في غانا وموقف الزمالك بتشوفه ازاي من خلال خلينا نقول ان فريق دريمز هو الاربعتاشر في الدور الغاني صح تصنيفه صح في التأتيب رقم 14 في الجدول اه في الجدول فخلينا نقول ان هو مش فريق شارس هجومية مش خلاص عنده رجل رأس الحربة بتاعه جون أنتوي جون أنتوي ده أنا لعبت معاه لفكرة في الأهلي في آخر سنة في الأهلي اه لحياته في آخر سنة وكان في الإسماعيلي وآخرها الجيش المصري نادي الجيش فلاعف عنده كتير في مصر فهو عارف الأجواء وواضح أنه هو محفز الناس هناك ازاي تلعب مع الفرق المصري اه اه ليه دور ليه دور لأنه خلي بالك هو الجيم هو برضو لو شوفنا كورة اللعيبة ممكن يكبتن وقل برضو مش أحسن حالي مش أحسن حاجة اه ده كورتين بتوعصي في الجزيرة ده راجل ركب ممتاز حلو قوي هو بيخلي الكورة هي اللي تغبط في دماغه مش هو اللي يغبطه هو لازم أنا روح جيش ركب الكورة موجه الكورة ده قالب وبعدين هو مميز أصلا في دي بالزبط خلاص وهو مميز في دربات الرأس بص إبراهيم النضاي بيركب الكورة بيروح جاي هو بيدرب الكورة في الاتجاه اللي هو عايز هي بس طبعا بتبقى توفيق وقرار لعيب ساعتها طبعا طبعا خلاص ولكن خلينا نرجع للفريق هناك وإمكانياته أولا هناك انت هتلعب تلاتة الظهر تلاتة الظهر دي يعني درجة حرارة تلاتة الظهر دي يعني درجة حرارة ساعة ثلاثة الرسمي اه طبعا طبعا هو الرجل اللي صرح رئيس النادي بتاعهم قالك الماتش الساعة ثلاثة هم ما بيستغلوا الحتة ليه هو لازم يلعب كده هو عارف النقطة الضعف بتاعتنا وبيشتغل عليها وبيشتغل عليها وحقه وحقه زي ما صندونز بيعمل كاما على الاهلي طبعا شايفي دي نقطة قوة عنده ونقطة ضعف عند الاهلي أنا أستغل لها لي لأ طبعا فهناك بقى انت هتقابل أولا مناخ سيء جدا درجة حرارة رطوبة عالية ملاعب الله يعلم هتبقى عاملة ازاي يعني انت وحظك بقى ملاعب ترتين بقى ما نجيل طبيعي حتى هتلاقيه مش مظبوط فكل دي لازم تبقى فاهم انت هتلعب زي أولا انت مخسرتش مش خسران هنا ماشي خلاص بس النتيجة تعتبر خسارة لنادي الزمالك أكيد بص بلا شكل هتلاعب كذا حاجة مش هتلاعب الفريق تقصد ايه بكذا حاجة لا كذا حاجة أولا الأجواء أفريقية صعبة جدا يخذ لي بالك التحكيم التحكيم ما تلاقيه صعب جدا هناك أنا صدقني هتلاقي الموضوع صعب والحكام الأفارقة يبقوا موجهين على قد ما هم كمان بيبقى الفنيا عندهم ضعيف الفنيات عندهم ضعيفة على فكرة حكام الراية حكام الراية ببكارسة فأنا تمنى إن شاء الله يبقى الحكام على مستوى كويس حكام الراية ما فيش فار لا في فار ممكن ما يرجعش الفار على فكرة ده الحكام الأفارقة بزيك تحس ماهو برجعوش كتير للبقاء لا أنا أقصد على موضوع الضاية يعني موضوع ضعية لو حاجة مسا وفصايت وهي مش وفصايت او مش وفصايت دا لو كرة دخلت جون بس يا كراءت دوائل في بقى لكن كده كده انت كراية لو رفعته في كرة غير مؤسرة بحاجة ومش هيرجع للفارفة بنتكلم على التأثير يعني هو لو دخلت هدف هيبقى لها تأثير لو هي غلط فيرجع للفارفة اه طبعا اه طبعا اراد بقى في الملعب كمان لا تكتيفية بالنسبة للصفارة انا اتمنى من اللعبة الزمالك من بدري اولا لازم الراجل يلعب بتأمين دفاع جيد جدا ان انت هتقابل هناك اكيد هبقى عندهم نوع من انواع الشراسة خلاص جون انتوي فرود على فكرة عنده خبرات كبيرة بس تقدم في السن معلش بس فرود عنده خبرات خلاص ويقدر يجيب من اقل الفرص عشان تبقى عارف مميز جدا طبعا اه فانتمنى ان احنا ناخد بنا من النوع دي انت اقلق اشتغل بالصح الصحي بتاعك انت بتأمين دفعتك بشكل كويس عشان ميجيش فيك اي وسيلة من الوسائل انت ميجيش فيك اهداف ممي من دفاعتي بشكل كويس عمل كسافة دفاعية في وسط الملعب بالزات اه الاعب الناس في مراكزها ده مهم جدا لان السنس مهم يعني ابراهيم انضاي كابتن وقال لك انا كان لازم اغير الطريقة عشان ابراهيم انضاي والزنار اتمنى الزنار ده اصلا مميش باكرايت يعني مسلوسي اصلا اللي هو باكرايت انت بتلعبه سردباك لا بس مسلوسي اصلا مش باكرايت اصلا لا هو لعب مطاق كتير باكرايت كان جايز زمالك باكرايت جايز زمالك باكرايت ده معروفة مسلوسي وراح منتخب تونس باكرايت فالرجل شغال على هذا كان سهل جدا تلعب هنا وتحسم النتيجة ويبقى لك شك وعندك معلش يعني محمد شحاتة ده هو عاد برا ليه يا محمد شحاتة لعيب مواصفاته انا شايف جيدة وفي المبارزة دي هيعمل لك بالانس كويس في نص الملعب مع دونجة وهيساعدك وكنت دخل شكبالة في وسط الملعب وطلع مطيبة جناح زي ما كانت نوع الاهر على الا الاستفيد بإمكانياته في مركزه هيديني حاجة صح مع ان انا مازلت برضو عند موقفي ان هو مش احسن حاجة مش ده الصف